هنا يجتمع في مشهد يوحي بالبهجة التي تفض على أجواء المكان بخصوصية هذه المناسبة التي تعرف بالختائم وهي عادة تسمى باسم مسجد الحي من خلال تحديد يوم له في رمضان ويكون خاصا بها من كل عام حيث يزر الناس أقاربهم في هذا الحي كما يعد هذا اليوم فرصة سانحة لإبراز مظاهر الفرح عبر احتفالات تراثية وزغاريد يشد بها الأطفال في هذه الحارة للتعبير عن فرحتهم حيث تغمر السعادة المواطنون في مدن حضرموت بالعادة التي توارثها الأجيال منذ عشرات السنين ولا تتميز بها سوى حضرموت الختائم هي عبارة عن عادات قديمة تكون في حضرموت تشتر هذه الختائم بأظهار العادات القديمة للمناطق الحياة في تريم ويقع فيها تنافس بين مجموعة مختلفة من الشباب يظهرون فيها كل العادات القديمة في حضرموت خلال هذا العام يحرص المنظمون للفعاليات التي تنعقد سنويا على إدخال العديد من الفقرات التراثية المستوحى من الفلكرور الشعبي الزاخرة بالتنوع ما بين استعراض لموكب الإبل والألعاب الشعبية وعملية البناء الطيني والزراعة وشرح باستعراض مجسمات المساجد وتلخيص لسيرة غزوات النبي محمد الذي خاضها في شهر رمضان كل ذلك في مشاهد تمثيلية محاكاة للتاريخ الإسلامي الهدف هو طبعا علشان يروون الناس أنه في أيدي ومهارات موجودة في هذه الحافة وطبعا من أجل تكسو الحافة بجمالها ورونقها طبعا هذه كل الأعمال من أجل أن تضفي على هذه الحافة السرور والمحبة والإخاء الأطفال لهم النصيب الأكبر حيث يرتدون جديد الملابس في خلاصة المناسبة التي تفضي إلى توزيع الحلوى وترديد الأهازيج المتعارف عليها يصاحبها عروضا كوميدية مع ممثل يضيف جوا للمرح المرسوم على وجوه الأطفال عادات وتقاليد لا تجدها إلا في حضر موت فالختايا التي يفرح بها الصغار والكبار تجعل الرمضان نكهته الخاصة حداد مساعد قناة بلقيس حضر موت